السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو هذا سأتكلم عن كيفية استخدام قانون اشتقاق الحدود اللي هو بلغة العربية قانون اشتقاق الحدود اللي يربز له بقانون هذا السؤال هذا من أهم الأسئلة المتوقعة بالاختبارات فأنا عندنا السؤال الأول والسؤال الثاني وراء نشتغل عليهم بإذن الله فنقول بسم الله ناخد معاني السؤال الأول عندنا الفيكس 5x plus 7 قالك هني استخدم Limit definition of derivative اللي هو بقانون هذا وقالك أول جدا مشتقة باستخدام قانون اشتقاق قانون اشتقاق الحدود فأول شيء أول خطوة تكتب القانون هنا ماشي ماشي الآن عندك هناك اكس بلس اتش تشيلهم وتحكم كنال اكسيني وتكتب هذه نفسها وتكتب هذه نفسها فيكون بالشكل هذا لما نأخذ الإسادة اكس بلس اتش نعطم هنا نقوم نقوم بحطوة اكس بلس اتش نكتب السابع كما هي خلاصنا ناقص الحين عندنا الف اكس الف اكس هي نفسة هذه نكتبها نفسيني 5x plus 7 تحت نكتب ال H لا تنسى بعد كل ماينس لازم سكره غوث بين الماينس راح يقضب لك الإشارات كلها فنزل تحت نقول equals limit as H goes to 0 5x 5x 5h 5h 7 الماينس يدخل هنا يخليها مانس والماينس يدخل هنا بعد يخليها مانس هدل تحت عندنا H الشق هذا والشق هذا المتابعين يكن سلوهم بعض عدل يبقى معانا فوق 5H وتحت ال H نقول equals limit as H goes to 0 فوق ال 5H وتحت ال H ال H يبقى معانا فوق يبقى معانا فوق ال 5H نقول equals limit as H goes to 0 حق ال 5H فإذا الناتج 5H خلاص نحن لم يقول لك أوجد المشتغطة عن طريق استخدام قانون اشتقاق الحدول الذي هو هذا فأنت لازم تستخدم الأسلوب نفسه ماشي سؤال ثاني يقول لك ال FX تساوي 5X squared minus 3X plus 7 نفس السؤال ونفس الأسلوب هنا قال لك أوجد لي المشتقة أوجد لي شنو المشتقة عن طريق استخدام قانون اشتغال الحدود الذي هو هذا قام بإمكانك قانون المشتقة تقام بإمكانك الشقيق والذي لا يهمكم حالياً نحط بمخيك ان الف شغطة هي نفسه هادا فالحين اول خطوة تسويها تكتب القانون نفسه هدي عشان تاخذ علي درجة فتقول المت as h goes to zero حق ال fx plus h ناقص fx على ال h الحين نشغل اول شي على هذا خلاص من هذا نشغل على هذا الهين عندي هني x plus h تشيلو مني وتحطو مكان كل x فنقول equals limit as h goes to zero فنقول 5x 5x plus h هنا عندي 3x فنقول 3x plus h باقي عندي 7 فنقول plus 7 خلاص فالحين باقي هالي بس المينس أسف تحطيح وعلى طول وعلى طول بعدها نقص ال fx ها هي هذا العدل نفسهتك بس هذا نفسه فتقول 5x 5x squared minus 3x plus 7 سكر القواص تقول هنا h الحين عندي تربيع هنا يعدل لازم افتح القواص هنا ثم أول الشيء نقص عاصلة وعلى كل aren't نقول x تربيع زائد الربع الثاني نقول h تربيع زائد اثنين بx بx نقول 2x بx خلاص نقص ثري بx ثري اكس والصالب يدخل نقول صالب ثري اكس وهنا صالب 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 ثري اكس ثلاث سبن ثاني المينيس يدخل هني ويدخليني ويدخليني عدل نقول يطلب معنا مينس 5x مينس ثري اكس مينس ثري اكس على h ما نريد ذól ثري اكس ثري اكس ثري اكس ثري اكلك ثري اكس ثريا تربيع شائع ثري اكس ثري اكس ثري اكس ندخل هنا فنطلب معنا أول شيء 5x² 5h يطلع 5h² 5x² 10xh وعصد 5x² 5x² عدل على h هنا يصل هذا الملحظون للشاريع لكن يشارها ثانيا فيقوم بحث مرحظون حول الواقع حسناً 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 5H² plus 10 XH minus 3H هنا أستطيع أخذ H عام المشترك أخذ مني H ومني H عدل فنقول حسناً 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 نأخذ مني H واحدة يبقى 5H زائد أخذ مني H بقى 10X أخذ مني H يبقى minus 3 على H الحين هذا H يكنسل H عدل فيبقى عندي 5H plus 10X minus 3 فنقول equals limit as H goes to 0 5H plus 10X minus 3 الحين نأوض أقيم هنا H goes to 0 فنقول equals 5 0 plus 10X minus 3 فيطلع معنا 10X minus 3 هذا هو الناطق النهائي ماشي لما يقولك بالسؤال أوجد المشتقة باستخدام limit definition of derivative ماشي أو يقولك استخدم قانون اشتقاق الحدود اللي هو نفسه هذا عدل فما عليك إلا أنك تستخدم الإسلوب نفسه أول شي القانون اللي تعوض X plus H بدين تبسط وهنا تختصر إلى أن آخر الخطوة تعوض فيها H يعني يطلع معك الناتج 10X minus 3 ماشي موسيقى 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 موسيقى